تغيرت المعالم وتحول الأخضر إلى رمادي لم تعد التربة خصبة بل اندثرت تحت مدن كبيرة حولت الأراضي الزراعية إلى سكنية وجرفت ملايين الدوانم فبعد أن كان العراق يمتلك ما يعادل أربعين دونما صالحا للزراعة أصبح الآن لا يمتلك سوى ثمانية عشر مليون وقابلة للنقصان ضعاف النفوس الطامعين حولوا الكثير من الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية اللي ما يعرف بالتجاوزات أو العشوائيات كنت شرت هذه الظاهرة في كثير من المحافظات العراق خاصة التي تعاني من زيادة كبيرة في أعداد السكان بسبب الهجرة أو غيرها وبالتالي صار هناك واقع حال جديد سميت بهذه أحياء التجاوز اللي ابتلعت الكثير من الأراضي الزراعية من البساتين الزراعية وبالتالي غيرت الكثير من الواقع الزراعي في عدد من المحافظات بشكل كبير أثر بيئي كبير تسبب به التجريف جزء منه ما يحصل من عوامل مناخية متغيرة والأمر باقا هكذا ما لم تكن إجراءات رادعة تبدأ من فرض عقوبات على المخالفين فكل ما حصل غير قانوني حتى الأراضي التي تكون ملكيتها خاصة واجب الحكومات بصورة عامة خاصة بعد أنه سبب أثر بيئي كبير اليوم ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع الملوثات زيادة نسبة العواصف الرملية هو كل يعود بسبب اختفاء تجريف البساتين وتجريف الأراضي الزراعية إضافة إلى اختفاء المساحات الخضرية وبالفعل أن تكون هناك تطبيق وفرض عقوبات صارمة على المتجاوزين أو تبدأ بالإزالة وفرض الغرامات بل تصل حتى بعض الأحيان إلى السجن كون أن كل العقود الزراعية حقيقة حتى الملكية الخاصة نقص سنة 25 هي لا يجوز تغيير جنسها والاستخدامها تأثر الواقع الزراعي بشكل كبير وبدأت الخطة الزراعية بالتقلص مع كل أرض يتم فقدانها فأصبح المواطن يتعطش لمساحة خضراء أو أرض زراعية خاصة في بغداد عمار غسان قناة الرشيد